وتعقد مؤسسة حياة كريمة خلال الفترة الراهنة عددا من الندوات التثقيفية والتوعوية ومنها جامعة الإسكندرية لتعريف الشباب بالجامعة المصرية بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحثهم على التطوع وأهميته بالنسبة للمجتمع والأفراد هذا ومن المكرر أن تستمر ندوات حتى 16 من أكتوبر الجاري إذ عقدت المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعقدت ندوتها في جامعة السويس فكرة بدأت من 3 سنوات بإطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة واللي أصبحت مشروع قومي على مستوى جمهورية الحقيقة جامعة الإسكندرية فيها قطاعات كتير جدا بتشارك في حياة كريمة من ضمنها القطاع الطبي عن طريق قوافل الطبية نحن نعمل قوافل طبية على مدار العام تقريبا كل شهر فيه قوافلة طبية لإحدى المناطق إنها حوالين إسكندرية النهاردة طبعا المشاركة والعدد الكبير اللي حضر ده بيعكس مدى وعي الشباب واقتناعهم بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لأن فعلا هما لما سمعوا النهاردة من المسؤول على المبادرة فعلا معلومات جديدة ظهر جدا حجم الجهد ظهر جدا إن كل قطاعات المجتمع المصري وكل وزاراته بتشارك لأنه زي ما فخامة الرئيس أطلق المبادرة هي مشروع قومي اشتركوا في القناة